أفضل محتوى للمشاهدة بالنسبة للأطفال بيكون يعني من 3 سنين ل 6 سنين هو البرامج التربوية ودي نوعية من البرامج بتعلمهم حاجات سواء من خلال القصص أو من خلال العرائس أو ما إلى ذلك كمان الأطفال في السن ده بيهتموا قوي أو بيبعندهم شغف بالفرجة عن البرامج عن الطبيعة بظواهرها المختلفة في عمر 4 سنين ممكن يبدأ الطفل يكون عنده برامج مفضلة المحتوى المصنوع المدعوم بالأغاني الهدية هو أفضل أنواع المحتوى على الإطلاق بالنسبة للأطفال خطورة الكارتون أنه عنيف معظم الكارتون فيه عنف طبعا فيه كارتون كويس لكن فيه كارتون عنيف بيكون قائم على الضرب والصريخ والإيزاء المعدل بيوصل أحيانا يعني عملوا دراسة في الولايات المتحدة قالوا أن فيه ممكن تصل الأمور في الكارتون لعشرين موقف عنيف في الساعة الوحدة وده بقى المتوسط للأسف زي ما بقول وللأسف ده بيحصل بدون أي تبرير يعني ما بنتبقاش فاهمين وإحنا عادين كنا نتفرج الناس دي بتضرب بعض ليه أو حتى ضحايا العنف دول ما بيشعروش بأي ألم أو إصابات دائمة للأسف تكرار المشاهد دي أمام الأطفال بيرسخ فيه وجدانهم قبول العنف كوسيلة وحيدة للتعامل مع المشكلات ده بخلاف أنه بيحصل لهم حالة تخدير تجاه العنف كممارسة أو سلوك طيب ده بيؤدي لإيه أو هينعكس على الطفل إزاي؟ المظاهر المؤكدة هي أن الطفل ده بيبقى عنده صعوبة في النوم اللي يتفرج على الكرتون كتير قلة الشهية البكاء بدون سبب الإحساس الدائم بالقلق الكوابيس فقدان التحكم في مهارة التحكم الإراضي في التباول والتبرس في بعض الأحيان ألم في الراس ألم في المعدة ورفض الزهاب للحضانة أو المدرسة وممكن برضو أخطر حاجة بقى تجريب العنف كسلوك سواء مع الأصدقاء أو الأشقاء الطفل الغاية عمر 8 سنين يا جماعة لسه ما بيبقاش عنده قدرة على التمييز الكامل ما بين الحقيقة والخيال واعتياد مشاهدة التلفزيون للأطفال له أصار سلبية تانية برضو زي زيادة الوزن وافتقاد اللياقة وده لأن المشاهدة نشاط سلبي بخلاف أن الطفل ممكن يفضلها مثلا على الجلوس مع الأهل أو حتى الأصدقاء الطفل بيحتاج للنشاط البدني ونشاط العقلي ونشاط الاجتماعي ودي صور نشاط ما بيوفرهاش التلفزيون في حين ممكن إنجاز الأنشطة دي من خلال بدائل لازم تخلوها مثيرة ولافتة للانتباه بالنسبة للطفل زي مثلا الإراية والتلوين وألعاب التركيب واكتشاف أماكن جديدة برى البيت ومشاهدة برامج الرياضة وبالمناسبة برامج الرياضة بتكون محفزة للأطفال على ممارسة الرياضة سواء الرياضات الفردية زي السباحة أو التنس أو الألعاب القوة مثلا أو الألعاب الجماعية بمختلف أشكل لما نمنع أو نغير حاجة من البرامج قدام الطفل يعني ليه ما بنتفرجش على ده يا ماما لازم نشرح للطفل السبب ولما نشوف سلوك خاطئ في التلفزيون وده وارد في مسلسل في فيلم وما إلى ذلك والطفل قاعد يعني بالصدفة ومفروض ما يبقاش قاعد لازم برضو ما نسكتش ونعلق إن ده سلوك خاطئ سواء مثلا كان عنف أو تدخين أو عدم وضع حزام الأمان في العربية وهكذا ممنوع تماما إن التلفزيون يتحط في غرف النوم سواء الأطفال أو الكبار